الدب والرجلان ذات يوم خرج رجلان في رحلة إلى الغابة شاهدا دبا قادما من بعيد فخافا منه خوفا شديدا أسرع أحد الرجلين وتسلق أقرب شجرة أما الرجل الثاني فكان بطيئا ونادى صاحبه قائلا أرجوك ساعدني لكن صاحبه لم يلتفت إليه وقف الثاني قلقا وقال في نفسه ماذا أفعل؟ إذا حاولت الهرب فقد يراني الدب ويأكلني لذلك سأسترق على الأرض بلا حراك اقترب الدب وأخذ يدور حول الرجل وأخيرا ابتعد عنه ورحل نزل الرجل الذي كان في أعلى الشجرة وقال لصاحبه اقترب منك الدب وما أذاك فهل قال لك شيئا؟ فأجابه صاحبه قال لي لا تصاحب هذا الرجل الذي لا يفكر إلا بنفسه أقرأ ذات يوم خرج رجلان في رحلة إلى الغابة شهدا دبا فخافا خوفا شديدا تسلق أحد الرجلين شجرة واستلقى الثاني على الأرض تسلق أحد 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 تسلق أحد